الشقيقان الفلسطينيان محمد ونور يستخدمان الطبطبا بكفوف الأيدي والنقري بالأصابع الحانية للتواصل والتعاون في إدارة مخبزهما محمد وهو كفيف البصر وأخوه نور ضعيف السمع يلجآن إلى التواصل باللمس باليد والذراع في إدارة مخابيز النور بقرية دير بلوت في الضفة الغربية قرب رام الله أنا وأقول إنه لغة خاصة يعني عشان لا بيسمع ولا بيحتي وأنا عشان بيشوفيش يعني إنه يعني متلهمين مع بعض إربينا مع بعض متواصلين مع بعض يعني إنه إذا فيه يعني شغلة المخبز يعني مثلا عروس أجم ربطة خمستاش وأحب الشقيقاني روتين الحياة التي يعيشانها ويتعاملان باستقلالية مع الكثير من تفاصيلها بما في ذلك صنع الخبز الذي يقدمانه لزبائنهما يوميا وولد الأخوان بالإعاقة نتيجة عوامل وراثية وعلاقات الدم بين الوالدين والأجداد وكان أبوهما علمهما طريقة صنع الخبز وساعدهما في فتح المخبز الصغير الذي يتمنيان له النجاح والنمو وتشيد الزبائن بكفاح شقيقين وعملهما وتقول إنهما يعملان مثل أفضل الخبزين في المنطقة كلها نوها زكريا رويترز